الوقاية من الزلازل، ثقافة مجتمعية، أصبح لزاماً على الجميع أن يتقيد بها على هذا الأساس عقد متخصصون في التدريب والتنمية البشرية في مركز وعي للاستشارات وبناء القدرات ورشة عملية لإضاح أبرز نقاط الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها قبل وقوع الكارثة ارتقى مركز وعي وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بإقامة ورشة عمل في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا ومحافظاتنا وكذلك الدول المجاورة من الزلازل والأمور التي تقوم بالطبيعة لذلك ارتقى المركز أن يقوم بهذا كورش بالتعاون مع هذه المنظمات رأينا أن العمل في هذا الموضوع ضروري جدا في هذه الظروف لذلك نحن كمركز ندعم هذه المنظمات لإقامة هكذا دورات ونرى أنها ضرورية جدا في هذه الظروف تحت شعار مسعفون فرق تطوعية ومؤسسات خيرية شاركت في هذه الورشة التي استمرت خمس ساعات متواصلة الهدف منها نشر الوعي في عمليات الإسعاف وإنقاذ الأرواح اليوم حضرنا ورشة بعنوان الإسعافات الأولية وكيف أنت ممكن أنه توظف طاقتك وخبراتك حتى تساعد في إنقاذ الملايين من الأشخاص وخصوصا ما حدث بالفترة الأخيرة بالزلزال المتمر الذي حدث ما بين تركيا وسوريا طبعا نشكر جهودكم المبذولة وكل القائمين على هذا العمل المبارك لما استفادنا من عنده من معلومات قيمة حقيقة الجانب النفسي له ارتباط وثيق بعملية الإسعافات الأولية المركز هنا وفر مدربين متخصصين بهذا الجانب ليكون المنقذ والمصاب ملمين على حد سواء بكيفية التصرف عند حدوث الكوارث هذه الحالات التي سنقول حالات الطوارئ لا بد أن نتعامل نفسيا وأيضا بمهارة تنقذ هذا الإنسان لذلك إذا كان عندنا ثقافة صحية مجتمعية في مجال التعامل النفسي وأيضا التعامل في الإسعافات الأولية مع الحروق مع الكوارث مع أي شيء ينقذ الإنسان فالمهارات التي نحتاجها أنه إذا رأينا شخص بتعرض لوعكة نحدد نوعي الوعكة نتصل بالإسعاف ثم نتعامل في ما نستطيع لكي ننقذ هذا الإنسان ما حدث في تركيا وسوريا دق ناقوس الخطر في البلدان المجاورة لهما تداعيات الزلازل قد تستمر لأشهر قادمة لذا فإن عملية تداركها باتت ضرورة ملحة من أربيل عبدالله العامري قناة الفلوجة